اهلا بكم في قناتي على اليوتيوب انا روان داش فيديو النهاردة حماس جدا 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 من اكثر الفيديوهات المتحمسة لها فعلا هنا على قناتي دي هتكون سلسلة جديدة هنا على قناتي وهو ده اول فيديو من السلسلة دي وهي اني اكون من دولة معينة لمدة يوم كامل ألبس زيهم أكل زيهم أشرف زيهم أعمل كل حاجة زي البلد دي وكمان احاول اتكلم لغتهم فقررت النهاردة اني هبدأ بالهند لاني بعشق أكلهم أكيد مين ما ميحبش الأكل الهندي برياني تيكا مسالك كل الحاجات اللي تجنن دي وكمان بحب جدا جدا لبسهم والفاشمتهم سوه النهاردة هكون هندية لمدة يوم كامل استنوا خلونا الاول نختار لي اسم هندي ممكن نسميني النهاردة بريانكا لاني بحب الاسم ده جدا سوه انا النهاردة مشوار انا نهاردة هكون بريانكا واحد اتنين ثلاثة وبكذا قيز اكون لبست اللبس الهندي شوفوا ما احلى قيز او ماي جود يجنن واللون بتاعه تحفة صراحة كان لبسي البس الساري بدل اللبس ده لكن كان صعب جدا انكم تربطوه ما كنتش ابدا هعرف اربطوه فقررت اني اروح لحي ده سهلة شوية وسمبل اكتر فبكذا قيز بكون لبسنا اللبس الهندي ودلوقتي خلونا نروح ونضبط الميكوب سوية اللو بينا اوكي سو بالنسبة للميكوب دايما بلاحظ على الهنود ان هما بيكونوا حطين الوان غمقه بس طبعا لانه احنا الصبح فمش عارف اعمل كده لكن بس هحط لبستيك غمقه اوكي كده بصراحة حسن الميكوب بقى شكله بيرفكت وبقيت فعلا شبه الهنود بعقبني جدا جدا اللو كده ناماستي ميرانام راوان هي او مش روان انا اسمي النهاردة بريانكا ميرانام بريانكا الحقيقة انو اسمي بالهندي ما بيتنطقش زي ما احنا بنقولو روان بيتنطق بالفي يعني بيقولوها راوان تخيلو ابكاسي ها ابكاسي ها ابكاسي ها انا بواست اللغة دنهاردة اوكي سالجملة دي معناها ازايكو او عاملين ايه ده طبعا كله بمساعدة جوجل ترانسليت اكيد يعني انا مش عقرية في اللغة المهم خلونا دلوقتي نروح نفطر لاني فعلا ميتة من الجوع ولسه مكلفتش ولا شربت اي حاجة سو خلونا نروح نفطر فطار هندي اوكي جماعات سو قبل ما اروح افطر عايز اقوريكم الاوتفت بتاعي بالتفصيل لبست من تحت اللاجنجز الاحمر ده مع الفستان الازرق اللي فيه احمر وبس هو ده لبسي للنهاردة اللي هاقضي بيه اليوم كامل احلى حاجة هنا في الامارات انه فيه هنود كتير جدا جدا في كل مكان فبحستي احلى حاجة في التحدي علشان شكلي مش هيكون غريب بالنسبة للناس المهم انا ميتة من الجوع فالوقتي خلونا ناكل بجد اوكي جايز سوفطاري الهندي بقى جاهز وطلبته اكيد من مطعم هندي فاول حاجة كبتها هي الفراتا مع الجبنة ده اشهر شتاعدونش عندهم في الهند بالنسبة للفطار اللي هو بيبقى عامل كده واكيد طبعا 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 جايز في الفطار الهندي مش هنستغنى عن الكرك الكرك هو اكيد من اشهر المشروبات الهندية عامل زي الشاي بلبن كده وطلبت كمان الحاجة دي اللي انا صراحة مش عارفة ايه هي اسمها تشانا او ماي جود كايز رحسوا كده ان رحتها كبسة كاري كده مسالة رحتها تجنن وجي برضو مع الاوردر السوس الصغير ده اللونه اخضر اعتقد ان انا قراضي عارفة ايه السوس ده بيكونوا حطين كده السوس نعناع فلو طلع هو هفرح قوي لاني بحبه جدا حاجة استغربت منها جدا في الفطار الهندي ان هم مش بيفطاروا فطار زينا خفيف الفطار بتاعهم تحسوا عامل زي الغداء وكمان لقيت عندهم لحمة كتير على الفطار ولقيت عندهم كمان شربة من الرجلين تخيلوا بس اكيد ما طلبت الشربة من الرجلين دي يعني لاسباب واضحة جدا اوكي خلونا الاول نجرب التشانا انا لحد دلوقتي مش عارف ايه هي بس هو شكله زي الحمص فخلونا ندوق يام طعمه يجنن زي رحته بالظبط وزي ما توقعت فعلا طلع حمص اوكي خلونا دلوقتي نجرب الفراتة بالجبنة على فكرة حجمها كبير يعني ما توقعتش ان هي تكون كبيرة اوي كده هقسمها بالنص واو ده ممكن يكون من احلى الستار اللي افترته في حياتي كلها بجد بلا مبلغة فعلا 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 طعمه تحفه انا ما بعرفش اكل من غير ما اتفرج على اليوتيوب فجبت اللاب توب بتاعي اكتب لي تحت في الكومنت لو انتو كمان زي ولا لا خلصت من الفطار الفطار كان رهيب كان رائع هديله بجد يعني خمسين من عشرة قد ما عجبني وبعد ما خلصت الفطار افتكرت ان انا عندي الحلق ده اللي هو مناسب جدا جدا للفيديو ده صراحة مش عارف انا ليه اشتريتلي حلق ده زمان لكن بحسوا لايق جدا ان هو يكون حلق هندي شوفوا جايز ما احلى جايز الحلق مكمل اللوق بطريقة مش طبعية بحس دايما الهنود هما اللي بيلبسوا الحلقان الكبيرة دي لنزل منها حاجات الله جايز الحلق شكله التحفة مع اللوك اهموا حاجة ان الفيديو ده جاي في موعد الهالوين فالناس اصلا ممكن تفكرني ان انا للهالوين هكون بنت هندية سبولي تحت في الكومنس اي رأيكم في اللوك ده بالكامل الميك اوب الشعر الحلق كل حاجة حس ان انا النهاردة خطوبتي في الهند فليس حتي يعلمني رقص هندي جايز والله لاي اروح ارقص معهم في الفيديو ايوه 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 اووه ايوه ايوي احوه ايوه ايوه اه ايوه ايوه اوه ايوه ايوه وان самый هندي اويه اوه ايوه اوه اوه ايوه اوه ايوه اوه ايوه ايوه الهندي اوه ايوه ايوه احنا ملم chairs So what you are of i will pass bye صاهرة من الهùng كالبوزة اوه 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 اوكي جوائز ورجعت لكم تاني وانا دلوقتي موجودة في العربية لانه قررت اطلع شوية على السوبر ماركت واجيب شوية حاجات هندية عايز اجرب النهاردة اكلات هندية غريبة وسناكس هندية اول مرة في حياتي هجربها فدلوقتي هنروح مع بعض على السوبر ماركت هنشوف ايه الحاجات الهندية او السناكس الممكن نجيبها النهاردة فيالله بينا لاتس كو اوكي يا جماعة انا وصلت دلوقتي على السوبر ماركت ولازم بصراحة اشارككم لحظة الاحراج اللي انا بعيشها دلوقتي لاني فعلا حاسة ان انا من كتر الاحراج والكسوف اللي انا بيه حاسة ان انا هيغم عليها خلونا نطلع للشارع كوائز المشكلة انه النهاردة الخميس وزحمة يعني عمري مش خطاع في حياتي بس شوفوا الجو حلو شعري قاعد بيطير من الهواء شعري قاعد بيطير من الهواء بانجلادش بانجلادش يا جماعة انا تفشلت فشلت حياتي دلوقتي لاني طول الوقت فكرة ان ده لبس هندي فلاحة لبس بانجلادش مش هندي فتصدمت دلوقتي صدمت عمدي الصراحة والله غبي اوكي يا جماعة جيت للقسم ده اللي كله سناك هندية طبعا عندهم اشهر سناك هندية اللي هي مش على شكل الموز هو موز اصلا بس عملينه كده بطريقة فأكيد هيخد واحد على فكرة انا اولا مرة في حياتي مجربة فمتحمسة جدا مجربوا النهاردة وكمان لقيت عندهم السناك دي اللي هي بصراحة انا مش عارفة ايه هي بس شكلها غريب قوي شوفوا ازاي شكلها برضو هيخد واحدة واجربها اوكي لقيت كمان السناك دي اللي هي برضو سناك هندية سو هناخدها امجربها فيه هنا برضو السناك دي فيه سناك كتير قوي واخيرا جايز رجعت تانية على البيت مش قادر اوصف لكم كمية الاحراج اللي انا كنت فيها وانا ماشية في الشارع وسط الناس باللبس الهندي مع انه على فكرة اللبس عاجبني جدا وشكله يجنن وعمتا اللبس الهندي شكله بيبقى حلو بس يمكن لانه اول مرة في حياتي امشي باللبس ده في الشارع فكنت مكسوفة جدا على فكرة جبت سناك كتير سو خلوني الوقتي اواريكم كل الحاجات اللي انا جبتها هنا عندي كل الحاجات اللي جبتها من الماركت عايز اواريكم اول تشيبس هجربو هي نسيت اسمه تقريبا بوتشامكا نسيت اسمه اوه بالنسبة للطعم مش احسن حاجة وغير كده حسيت نفسي باكل طوبة يعني سناني حسيتها شوية وهتتكسر على التشيبس ده قد ما هو ناشب وتحس انه هو ملوش طعم بس في الاخر فيه طعم كده موز خفيف قوي موز بايت بقاله عشرين الف سنة فمش فهمة اوه سناني نا يعني لا حلو ولا مالح ولا لي طعم ولا لي ريحة ولا لي منظر ولا اي حاجة زي الزفت اوكي ندخل للسناك الثاني ده اكتر واحد انا متحمساله لانه بس شكله كده حلو فان شاء الله يطلع حلو وده اسمه اتشابام فضيح في الانجليزي فضيح انا متأكدة مليون في المياه ان انا بقول كل اسمي دي غلط في فيديو النهاردة واعتقد اعتقد والله اعلم ان هو مالح هدلوقتي حصلي اكبر في حياتي طلع حلو يا جماعة تخيلوا الهنود بجد تخيبوا ظني ده هتديله تحت الصفر في اللي بعده في عندنا التشيبس ده اعتقد ان ده تشيبس عادي جدا في الاخرية طلع كشري مش هيكون عندي اي توقعات علشان سقف طموحاتي ما يقعش فوق دماغي هو سبايسي قوي بس طعم رهين الصراحة والقرمشة اللي فيه حلوة اوكي ودلوقتي لاخر سناك اللي هي عاملة زي الكرات كده وده شكلها هي تحسوا ان هي فول سوداني مع عسل فدي غالبا هتكون مسكرة اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لكن.. لكن.. بتكسر السنان والعسل اللي فيها بيلزق في سنانكم فا.. مش عاربة لو دي بالنسباتكم أسباب كافية ان انتو متجربوش ديل لكن هي بصراحة طعمها حالة اوكي سو بما انو عملنا كل حاجة في العالم النهاردة باقي حاجة واحدة بس وهي اني اتغدى لانو الدنيا ظلمت وانا لسه مكلتش فضلت شبعانة جدا من بعد الفطار بس دلوقتي جوعت تاني فطلبت اكل هندي وانتو عارفين انا قد ايه بعشاء الاكل الهندي حرفيا من احلى الاكلات اللي محباها في حياتي هو الاكل الهندي فبس هستنائي ييجي وبعد كده هرجع لكم تاني او ماي جود كويس الاكل وصل شوفوا جمال الاكل طبعا هنا عندنا البرياني وهنا عندنا اكتر حاجة بحبها في حياتي اللي هي بوتر تشيكن وهنا عندنا العيش بتاعهم اللي هو بوتر نان وفيه هنا عندنا التكة وطلبت كمان نوع الحلويات ده فهنجربو مع بعض الاول مرة النهاردة روحوا جيبوا اكل انتو كمان وتعالوا مع بعض نعود ناكل لانه الاكل ده يا جماعة لازم مايتسبش كده لازم يتاكل حالا احلى حاجة في الاكل الهندي ان انتو تاكلوه على طول وهو سخن طبعا لاني هاكل لواحدي النهاردة فهاكل من الطبق الفخار ده مش هغري في صراحة سخن جدا لازم استنان هو يبرد لكن الطعم خرافي ناخد شوية من البرياني وشوية من السوس وناكل لا تعليق بس طريقة حلوة يعني لا تعليق مش ان هو وحش لا تعليق ان هو لا يوصف ده من احلى العيش اللي ممكن تكلوه في حياتكم على فكرة خصوصا مع البوتر تشيكن نغمسه كده ده مش منظر انسانه ابدا كان المفروض ان اشيل الروج ده قبل ما يكل وطبعا كالعادة ما عرفتش اكل من غير ما تفرج على حاجة يا جماعنا عندي ادمان على الحاجة دي يا جماعيز عارفين الاحساس ان انتو متعرفوش تتنفسوا بعد الاكل ده اللي انا هستد الوقتي لكن في اخر حاجة هنجربها وهي انجوري رابدي وجاي في الطبق الفخار الصغير ده كيوت قوي سو خلونا نجربها اوكي هو ده شكلها مش عارفة لو هعرف اواريكم على الكاميرا ولا لا بس هي كده مية وقواها الكرات دي اوو ريحة زعفران ريحتها حلوة قوي بس بصراحة شكلها ما يشجعش بالمرة ممممممممممارؤث هو زي كيك صغير كدة محطوط فزع فران واو صراحة طعمه حلو دي برضو اكيد هذا أسديها عشرة حفارة وبس كثيرها لذيه suntifies يست succ things for today اتمنى من كل القلمة تكونوا حبيتو و تكونوا استمتعتين فيه اج bisians baixi till you subscribe for today واي兒 صرف و expose my channel لكي تشوفوا كل جديد واكتبيني تحت في الجاتب في القناة ان ظ Lu be in a village وباس كثيرها احبكوا ادى الدنيا كلي ه Thank you so much at watching وإن شاء الله أشككم في كل الفيديوهات الجاية باي قايز